انفلات امني مستمر تعيشه المحافظات المحررة في ظل عجز وزارة الداخلية عن ضبط الامن نتيجة لعدم قدرتها على ادارة المؤسسات الامنية التابعة لها وخلال الاسابيع الماضية شهدت عدن وحضرموت والبيضاء وابين حوادث امنية متفرقة اسفرت عن مقتل وجرح العديد من الجنود والمواطنين ففي محافظة حضرموت اغتال مسلحان مجهولان الخميس الماضي ضابطا في قوات النخبة الحضرمية بمديرية شبام ورجحت مصادر امنية احتمال قيام تنظيم القاعدة بجريمة الاغتيال مصادر محلية اكدت حدوثا في جارين في مدينة عدن الاول في محيط مبنى ادارة امن المحافظة بينما وقع الثاني في منطقة الشيخ عثمان شهود عيان اكدوا ان هجوما استهدف مبنى ادارة امن عدن مما ادى لاشتباكات عنيفة استخدمت فيها الرشاشات والاسلحة الخفيفة ياتي الانفلات الامني بعدا في الوقت الذي دخلت فيه المدينة ازمة حادة في مادة البنزين حيث اكدت مصادر اعلامية انعدامها في بعض محطات عدن فيما حذرت مؤسسة كهرباء عدن من انهيار منفاجئ في خدمات المنظومة الكهربائية بسبب نقص مادة الديزل ما الذي يحدث في عدن احداث طبيعية ام متعمدة تجيب السلطة المحلية بان ما يحدث من مشاكل نتيجة ازمات مفتعلة كما هو توصيف محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي في تصريحات صحفية والذي اكد انه يبحث عن حلول جذرية لها لكن السؤال يظل متكررا بلا اجابة مقنعة ما الذي يحدث في عدن والمحافظات المحررة